اشتركوا في القناة في مجلس الوزراء حفظه الله التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إلزابيث الثانية يعكس قوة العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة مستذكرا المجلس مناقب الراحلة الكبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين وفي تطور بلدها وتعزيز نهضته وتقدمه بعدها تابع المجلس ما تم بشأن الانتهاء من تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم المالي لعلاوة الغلاء لمدربي السياقة المدرجين على قوائم استحقاق العلاوة واطلع على ما اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ توجيه سمو حفظه الله حول تقييم ودراسة المعايير ووضع الضوابط الخاصة باستحقاقهم العلاوة ثم اكد المجلس ان مملكة البحرين تنظر للسلام كخيار استراتيجي يعزز مسارات الامن ويكرس التعايش السلمي وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام بعدها تابع المجلس اخر مستجدات التصدي للامراض السارية وتطورات التقصي الوبائي عالميا بشأنها وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات بهذا الشأن ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما حققته من انجازات تنموية ونهضة حضارية بقيادة خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ذلك قرر المجلس ميلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الظهرة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات ثانيا مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بولو تيكنك وجامعة شاندوينج جياو تونج الصينية في مجال التعليم وبناء القدرات التعليمية والمهنية ثالثا مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول إعلان بوخارس بناء مستقبل رقمي أفضل للجميع والذي يهدف إلى الإسراع في التحول الرقمي وتعاون الدول في تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابعا مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكوم على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن نظام لرصد الانبعاثات الصادرة عن المصانع والمنشآت الصناعية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري المرفوع من سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول المشاركة في الاجتماع العشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية